أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه جنوب السماوات والأرض وكان الله عليما حكما ينفر المؤمنين والمؤمنات جميل الناس من تجري المنائك هل أنها أو خالقين فيها ويكثر عنهم سيئاتهم كاناري عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمصرحين والمصرحات اللهم بالله والمصرحون عليهم جارات السوء وعرض الله عليهم ودعنهم وأعلم لهم جهننا وساءت مصرحا ولله جنوب السماوات والأرض وكان الله عزيزا هكيما إنا أرسلناك شايدا ومبشرا ونذيرا تؤمنونه بلأي عصولي وتعسره وترطره وتسمتحه بكرة وأصيلا إلا الذين يبايعونك إلا ما نبايعون الله أرسل الله فوزا أنه بمن نكت فإنما ينقذ العداد ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيطحي أجرا عظيما سيقول لك المصلحون من الأعرام شالتنا أموالنا وأهلونا فاشتغطي لنا يقولون بألسلتنا وليس في قلومهم بل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد لكم ضررا أو أراد لكم نفعا وإن كان الله ما تعملون قبيرا بل ظننتم أن لن ينطرب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في حيوه ثم ظننتم ظننتم وكنتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسله فإلا أعثر ذلك في نسعرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعلم لمن يشاء وكرم الله رفورا ورحيما سيقول المخلقون إذا وطلقتم إلى مغالمة تأخذوها لأولا نسمعكم يريدون أن يبهدلوا كلام الله قل لن تستمعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تهتدوننا فالكالونا يفرون إلى قليلا كل المطلقين من الأورام تتدعون إلى قوم أليم أسهل شديد تقاطرونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا فسلوا وإن تتولوا كما توليتم من قبل وعلمهم عذابا أنه ليس على الأعلى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المنشد حرج ومن يجم الله ورسوله يجسله جيلا في الندر من تحتها الألع أردأت لن يتولى يعلمه على من غريما لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعون تدخل الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت تكينة عليهم وأتابهم فرقا قليلا ومغارب كثيرة يأخذونها وسهل الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغارب كثيرة تأخذوها فعجل لكم هذه وكشف أيدي الناس عينكم ولتكون آية للمؤمنين ويهميكم صراطا مستقما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذي يكفروا لولوا الأدبار ثم لا يجعون وليا ولا نصيرا سنة الله سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد بسنة الله تبهينا وهو الذي تشت أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من معنى أن أوفركم عليهم وكان الله مما تعملون بطيرا هم الذين كفروا وصدرواكم عن المسجد الحرام والهدي معتوفا أن يمنوا ومعينا ولولا رجال مؤمنون ورساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتطيبكم منهم عربة بغيب عنهم ليدصل الله في رحمة من يشاء لو تزينوا لعل من الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية فأنزل الله كفينته على صور وعلى المؤمنين وأزمهم كرمة السبوى وكانوا أحف بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله وقوله الرؤيا بالحق لسبقوا إن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلسين رؤوسكم ومبصرين لا تفاقون تعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لنهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشهدان وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبترون قبلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجور من أثر السجور يالك مثلهم في الثوراء ومثلهم في الإنجيل كذرعي أخرج شرعه فآذرهم فاستغلب فاستوا على سوءه يعجب الزلع أن يغيض منه الكفاع وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم